الموصل ينضم إلينا مرسلنا طارق ماهر للمزيد طارق أحداث متسارعة في الموصل ولكن ما الذي يحول حتى الآن دون تمكن القوات العراقية من اكتحام مناطق الموصل القديمة نادين كاميرا العربي تتواجد على بعد كيلو مترين فقط من حي الموظفين الذي اقتحمته وحدات النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب قبل نحو ساعتين وكما تظهر الصورة من خلف الاشتباكات ما تزال عنيفة مع مشاركة الصنوف الساندة من سلاح طيران الجيش والمدفعية الشرطة الاتحادية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة كما هو معلوم الكاميرا توضح بالصورة المحور أو البوابة الغربية للنصف الغربي من مدينة الموصل حيث قاطع مسؤولية وحدات جهاز مكافحة الإرهاب التي باتت تسيطر لحد الآن على سبعة أحياء في البوابة الغربية من النصف الغربي من المدينة بالتزامن مع تفجير ما يعرف بتنظيم الدولة لسيارتين مفخختين قبل نحو أقل من عشرة دقائق كان أو نفذ أحدهما بصهريج مفخخ وكما تظهر أعمدة الدخان من خلفي كبر حجم هذا الانفجار هذا بالنسبة للبوابة الغربية أما بالنسبة للبوابة الجنوبية فقد تمكن عناصر الشرطة الاتحادية وهم من عناصر القوات الخاصة المدربة على قتال الشوارع من اقتحام أول أحياء المنطقة القديمة في الموصل حيث قلب المدينة الذي بات هدفا أساسيا للقوات العراقية التي تتقدم راجلة دون إمكانية لإشراك المدرعات أو ناقلات الجنود عفوا أو حتى كاسحات الألغام التي ترافق القوات العراقية رغم صغري حجمها وبالتالي يؤكد القادة الميدانيون للتلفزيون العربي بأن ستراتيجية القوات العراقية باتت تعتمد على خطة جديدة تتضمن إشراك كل الأسلحة القتالية والساندة والتي تم تقسيم أو توزيع الأدوار بينها مناصفة في محاولة لتشديد دفاعات هذه الاستراتيجية تعتمد على القصف كما أعلن قبل قليل لاستنزاف تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل ولكن إلى أي مدى يعتبر هذا التكتيك خطيرا على حياة كل من تبقى في الموصل من المدنيين بطبيعة الحال ناديين كانت المهمة قبل نحو ثلاثة أسابيع ولحد الآن تقتضي بإشراك القوات البرية مع إسناد سلاح مروحيات الجيش فقط لكن وبدءا منذ فجر هذا اليوم تم إشراك كل الصنوف الساندة من مدفعية من طيران جيش بالإضافة إلى سلاح الجو وهناك أيضا القوات الخاصة التي دخلت على خط المواجهات من الشرطة الاتحادية وهناك الرد السريع وبالتالي تم فتح ثلاثة محاور في آل واحد بالإضافة طبعا الحديث يدور عن مركز أو قلب المدينة وقد وصلت وحدات الشرطة الاتحادية لا فندق أشور الذي لا يفصله إلا حي واحد عن الجامع الكبير الذي سبق وخطب فيه ما يعرف بزعيم تنظيم الدولة البغدادي خطبته الشهيرة قبل نحو عامين حينما تمكن عناصر التنظيم من بسط سيطرتهم على مدينة الموصل وإعلانها عاصمة للخلافة والتمكين على حد وصفه شكرا جزيلا من الموصل طارق مهر